بسم الله الرحمن الرحيم الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمعتبكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخرة رابعة إنا لما طغى الماء حمرناكم في الجارية لنجعلانكم تذكرة لنجعلانكم تذكرتا وتعيها أذن واعيا فإذا نبخ في الصور فإذا نبخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دامية خطوفها دامية كنوا اشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيقينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظلمت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوبها دامية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت الخاضية يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني مانية أنا كعني سلطان يا خذوه خذوه فظلوه وأما من أوتي كتابه بشماله مانية فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتني لم أوت كتابي يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطان يا خذوه خذوه فظلوه ثم في سرسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا خذوه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سرسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كاننا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من رسلين ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبصرون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم